هذه أبرز العناوين فشل في خلق جو عائلي داخل المنتخب وزيارج سيكون حاضرا في مونديال قطر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس متسيبي للمغاربة عليكم أن تفخروا بفوز القجع وما تحقق للكرة المغربية والأفارق جميعهم يشكرون الملك محمد السادس وجه رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة القدم باتريس متسيبي رسالة للمغرب على هامش استقبالها من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدم فوز القجع بالعاصمة الرباط وقال متسيبي بأنه سعيد بمجيئه للمغرب الذي اعتبره بلدها مشددا على أن المغرب عليهم أن يفخروا بما تحقق من تطور كبير للعبة كرة القدم بالمملكة وأضاف متسيبي الأفارق جميعهم الذين ألتقيهم بيطالبونني بإيصال شكرهم للملك محمد السادس على الدعم الذي تقدمه المملكة للاتحادات الإفريقية وهو أمر مفرح رئيس الكاف جدد التأكيد على أنه يفتخر بأن يكون المغرب رائد تطور كرة القدم في إفريقيا وهو أمر مفرح ويجعل الأفارق ينظرون إلى المملكة كنموذج يحتدى بها منوها بالعمل الكبير الذي يقوم به فوز القجع على رأس الجامعة خدمة لكرة القدم المغربية والإفريقية واعتبر متسيبي أن حضور المغرب في مونديا القطر هو تنتيل لإفريقيا والمملكة المغربية وسيكون الأفارق فخورون بمتابعة المنتخب المغربي في مونديا القطر والتحقيق نتائج إيجابية فوز القجع يخرج بتصريحين مفاجئة على وليد ريجراجي قبل إقالة وحيد خلال زاتش أبدى فوز القجع إعجابه بوليد ريجراجي مدرب نادي الويد الرياضية المتوج مؤخرا بلقبي عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة الوطنية حيث قال خلال استضافة في برنامج من الملعب الرياضية الذي يبت على إداعة MFM كي يعجبني وليد من لكي دوع للأداء وذكر القجع أن الأداء لا يعني الكثير أحيانا كما يقول وليد ريجراجي وأن النتيجة هي الحقيقة الوحيدة التي يسجلها تاريخ كرة القدم مشيرا إلى أن هذه النتيجة يحققها الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف وأضف قائلا التاريخ يستحضر فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم 1982 ولا يستحضر أن البرازيل كانت تملك واحدة من أفضل المنتخبات في التاريخ لأن إيطاليا من أحرزت اللقب الأقجع يستعد لإقالة خلال الزيتش فشيل في خلق جوين عائلي داخل المنتخب والزياش سيكون حاضرا في مونديا القطر أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوز القجع حضور الدولية المغربي حكيم زياش لعب الشيس الإنجليزي لكرة القدم مع المنتخب الوطني خلال نهائية كأس العالم المقرر إقامته نهاية السنة الجارية بقطار وقال القجع خلال حلول ضيفا على برنامج ديكريبتاج الذي يبت على محطة MFM الإداعية إن زياش سيكون حاضرا في كأس العالم وكشف أنه على غرار عدد من محبي الفريق الوطني لم يكن راضيا على الاختيارات التكتيكية للناخب الوطني وحيد خليل زيتش مبرزا أن المجموعة الوطنية التي كانت تعاني من حيث اللعب الجماعية ومرضودها غير المستقر تضم أفضل الفرضيات على الصعيد الإفريقي وأبرز أن اللاعبين يلبون دعوة المنتخب الوطني بصدر رحب وبوطنية مثالية لكن الناخب الوطني لم ينجح في خلق جو عائلي داخل المنتخب وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه خلال الاجتماع المقبل للمكتب المدير سيتم اتخاذ القرار الذي سيمكن المنتخب الوطني من معالجة النواقص وشدد على أن المنتخب المغربي سيكون في كامل الجاهزية وسيقارع بكل ندية المنتخبات العالمية وقال في هذا الصدد أطمئن الجماهير المغربية المنتخب الوطني سيشرفنا في المونديال وسيظل في أحسن حل رغم جشع جانت فالونسيا مصمم على ضم المغربي السودالي كشفت تقارير الصحفي أمس الأحد عن أن إدارة نادي فالونسيا مزلت مصرحة على التعاقد مع مهاجم المنتخب المغربي والنادي جانت البلجيكية طارق تسودالي بعد أن لفت الأنظار إليه في الفترة الماضية بتألقه رفقة منتخب بلاده ومع ناديها ونشرت صفحة ساكر 212 المهتمة بأخبار لاعب كرة القدم المغربية تغريدة عبر حسابها في تويتر ذكرت فيه أن إدارة فالونسيا مزلت في مفاوضة لضم مهاجم منتخب أصد الأطلس وذلك على الرغم من جشع إدارة النادي البلجيكية على حد تعبيرها دون أن تحدد المبلغ الذي طلبه جانت للتخلي عن نجمه المغربية وإلى جانب نادي فالونسيا هناك اهتمام من نادي إلتشال إسباني بالتعاقد مع اللاعب الذي صار قطعة أساسية في تشكيل منتخب المغرب وناديها وذلك وفقا لما أوردت تقارير صحفية بلجيكية يذكر أن تسودالي لعب دورا مهما في تأهول المغرب إلى نهائية كأس العالم قطر 2022 بتسجيل هدف لمنتخب أصد الأطلس في مباراة الدهاب ثم تسجيله هدفين في مباراة الإياب وسيخوض المغرب منفسة مونديال 2022 من المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات كندا كرواتيا وبلجيكا حكيمي يساند المنتخب النسوي ظهر الدولي المغربي أشرف حكيمي في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤكد دعمه للمنتخب المغربي النسوي بكأس الأمم الإفريقية للسيدات وقال حكيمي إنه يشاهد مبارية المنتخب المغربي النسوي ويشجعهم معبرا حنا كنتبعكم وكنشجعكم إن شاء الله تفرحوا المغرب ونجح المنتخب المغربي النسوي في أول محطة لهن في دور المجموعات بحيث فاز على منتخب بوركينفاصو برسم الجولة الأولى بهدف نظيف نبي المعلول مدرب فريق الترجي يتدخل في اختيارات مدرب رجاء وأسماء وازن على طاولة البدراوي يرى نبي المعلول مدرب فريق الترجي التونسي لكرة القدم أن الفرق الكبير في القارة الإفريقية والتي تحظى بجماهير في مختلف أنحاء العالم تحتاج مدربين كبار أصحاب خبرة وقادرين على تقبل الانتقادات وضف نبي المعلول في حديثي عبر فضائية أنتاينسبورا المصرية الفرق الكبير مثل الوداد والرجاء والأهل والزمالك يحتاجون لمدربين صاحب شخصية قوية يتحمل الانتقادات وذلك في حديثي عن رحيل موسيماني عن تدريب فرق الأهل المصرية وفي سياق آخر بدأ فرق رجاء رياضي برئاسة عبد العزيز بدراوي رحلة البحث عن مدرب جديد يقود سفينة الفرق خلفا للمدرب راشيد التوسع المقال بالسبب سوء النتائج والتي أبعدت الفريق عن المنافس عن لقب الدورية الذي توجه به غريمه الوداد الرياضي رسميا في الجولة ما قبل الأخير من عمر المنافسة المحلية لائحة لمجموعة من المدربين المطروحين على طاولة الفريق أمثل الألماني هوكو هيرليتش والبلجيكي توم سانتفيت بالإضافة إلى البرازيلي نيفرانكو اشتركوا في القناة